تلقى وزير التنمية المحلية محمود شعروي تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال تنفيذ الموجة التاسعة عشر لإزالة التعدية على أملاك وأراضي الدولة والتي انطلقت في التاسع عشر من يناير الماضي أشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات قد نجحت في استرداد أربعة ملايين وستمائة وتسعة وأربعين ألف متر مربع أراضي أملاك دولة تم التعدي عليها بالبناء وذلك بإجمالي أربعة وعشرين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثمانين مبنى مشددا على عدم التهون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة واستمرار المحافظات بالتنصيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظا على حق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة وتوجيها لرسالة واضحة للجميع بأنها لا تسامح مع أي تجاوز ضد ممتلكات الدولة